الصور الآتية من سوريا والتي تشكك فيها الحكومة في دمشق تظهر أرتالا من الدبابات في أكثر من مدينة ومنطقة في حمص وحماء فيما الأنباء الواردة من العاصمة دمشق تفيد بسماع دوي الأسلحة على نطاق واسع في ضاحية المعظمية حيث يقول نشطاء سوريون إن قوات الحكومة شنت عملية كبيرة ضد المحتجين وبينما أفرجت السلطات السورية عن خمسة معارضين بارزين ينتمي معظمهم إلى تجمع إعلان دمشق تواصلت حملة الاعتقالات ضد النشطاء السوريين في ظل شكوى من أن مقاهي الإنترنت باتت تعتبر كما إن يجري فيها استياد المعارضين بالجملة يستطيعون أن يفرغوا السجون الآن من جميع المعتقلين الحاليين والمزمنين يحتاج الأمر إلى قرار فقط من رئيس جمهورية ويخرجون خلال ساعات وأيضا لا يحتاج وقف الحصار وإدخال الطعام الآن إلى أهل المدن شيء أما بالنسبة للحرية والكرامة فهذه مسألة يعني المسألة عبارة عن قرار ومرسيم جمهورية الأمم المتحدة عبرت عن قلقها المتزايد إزاء الوضع في مدينة درع المحاصرة في جنوب سوريا والتي تقول المنظمات الحقوقية إن القوات الحكومية قتلت فيها عدادا كبيرة وأكدت الأمم المتحدة أن السلطات لم تسمح بدخول بعثة إنسانية إلى درعا رغم وعدها بذلك قبل أسبوع بينما يقول إعلاميون يدافعون عن الحكومة أن ما جرى ليس منعا لم يحدث ذلك أن لجنة سوريا تفتح أرضها وكلبها لأي لجنة تحقيق ولكن وأعتقد أن منذوبا أو أكثر جاءت لجنة إلى درعا وطلع بصورة أولية على الوضع وتواصل الحكومة السورية بث أخبار عن تشهيع قتل الجيش السوري وقوات الأمن الذين قتلتهم الإصابات الإرهابية على حد قول الإعلام السوري بينما أفيد عن سيطرة يفرضها الجيش السوري على مدينة بانياسس وقال ناشطون معارضون إن اعتقالات طالت أعدادا كبيرة في المدينة حيث يجري تفتيش البيوت فيها بيتا بيتا ترجمة نانسي قنقر